على وقع الانهيار المتسارع في سعر الريال واقتصاد الدولة تتضخم التحديات أمام الحكومة وسط محدودية في الخيارات وضعف شديد في الإمكانيات تجاوز سعر الريال عقبة الخمسمائة وخمسين أمام الدولار الأمريكي في تحول خطير ينذر بمزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية التي يستورد اليمن ما نسبته تسعين بالمئة من احتياجاته منها يأتي ذلك وسط مؤشرات تفيد بأن الخسائر التراكمية لاقتصاد البلد نتيجة الحرب بلغت عاتبة الخمسين مليار دولار فيما لا تزال الحرب تدور بلا توقف وبلا نهاية متوقعة تتقاسم السلطة الشرعية وسلطة الأمر الواقع التي أسستها ميليشيا الحوثي في صنعاء التحكم بالقرار المالي والاقتصادي في البلاد في وقت ترجح فيه كفة الميليشيا فيما يتصل بحجم الموارد التي تتحكم بها وذلك بالنظر إلى الفارق الاقتصادي الواضح بين المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا وتلك التي تقع تحت السيطرة الهشة للحكومة الشرعية وفيما تواصل الحكومة تغطية حاجة السوق من العمل الوطني عبر الطباعة بدون غطاء تواصل الميليشيا في صنعاء شراء الدولار من السوق على نحو سارع في الانهيار المريع للريال وقلل من كفاءة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية لوقف هذا التدهور الإجراءات الحكومية المتخذة حتى اللحظة لم تحقق أي نتيجة تذكر بل إنها في نظر المراقبين تأخذ منحا كارثيا عبر إعادة تمكين القوى الانقلابية من السيطرة على القرار الاقتصادي خصوصا بعد صدور القرار الرئاسي بتعين أحد أهم المقربين من صالح مستشارا للرئيس ورئيسا للجنة الاقتصادية الحكومية التي تم تشكيلها مؤخرا الحكومة عقدت الأربعاء اجتماعا لها في عدن في غياب رئيسها الدكتور أحمد عبد بن دغر وخصصته لمناقشة مشكلة التدهور المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لكنه بنظر المراقبين لم يفضي إلا إلى مجرد توجيهات عامة وتفتقد إلى البعد العملي الواضح تستمر التهديدات المحديقة باليمان من كل الجهات في وقت تتكرس الجبهة الاقتصادية كأحد أهم المهددات التي تواجهها سلطة شرعية في هذه المرحلات الصعبة من تاريخ البلاد ترجمة نانسي قنقر